رغم تأجيل الانتخابات لاجلاً غير مسمى عين رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي الأحد لجنة فنية مكونة من 13 شخصاً لدعم المشاركة النسائية وتحقيق حصول السيدات على 30% من المقاعد البرلمانية في التنفيل النيابي وفق الاتفاقيات المنظمة للانتخابات ويرى مراقبون أن قرار الرئيس الوزراء يعد خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في الصومال ودعم تواجدها بالمسار الانتخابي رغم كل العقبات التي تواجهها قرار تشكيل اللجنة لقى إشادتين نقابات النسائية وجماعات الضغط لدعم مشاركة وتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية بتلك الخطوة التي تعد غير مسبوقة في البلاد اللجنة الجديدة تترأسها نشطة نسائية مخضرمة وهي بتولة أحمد غبلي التي تقود أيضاً رابطة المرأة الوطنية في الصومال وكان قادة الصومال قد خفضوا في آخر اجتماعاً لهم نهاية شارحة زيران يونيو الماضي الرسوم للمترشحات إلى خمسين بالمئة ما يعني أن تدفع السيدات ما يقارب عشرة آلاف دولار كرسوم للترشح لمجلس الشيوخ مقابل عشرين ألفاً للرجال بينما رسم الترشح لمجلس النواب خمسة آلاف دولار للنساء مقابل عشرة آلاف للرجال وتستعد الصومال لدورة انتخابية طويلة تبدأ بانتخاب مجلس الشيوخ ومن المقرر أن تنتهي في العاشر من شهر تشرين الأول أكتوبر مع الانتخابات الرئاسية وفقاً للجدوى الزمانية الرسمية ترجمة نانسي قنقر